اشتركوا في القناة العربية والإسلامية بما يحقق أمن واستقرار المنطقة يشهد التعاون العسكري المشترك بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية تطورا مستمرا ومتزايدا على مختلف أصعدة العمل العسكري المشترك وشتى مجالات التعاون الدفاعي والذي استند إلى مجموعة من الخبرات العسكرية المتراكمة والقواعد الصلبة نظرا لما تمتلكه المملكتان الشقيقتان من قدرات عسكرية حديثة لمواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة والعالم وبفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين وتجسيدا لهذا الحرص يأتي إجراء سلسلة من التمارين المشتركة بصورة دورية للارتقاء بمستويات الأداء القتالي ودعم القدرة الدفاعية الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون العسكري إلى جانبي بحث وتبادل الخبرات ومناقشة عدد من الموضوعات العسكرية المشتركة بين الجانبين أبرز صور التلاحم بين الأشقاء عبر عنها هذا التعاون العسكري من خلال التمارين المختلفة سواء الأمنية أو العسكرية والتي تؤكد جميعها السير على المفهوم العلمي لنهج التعاون الأخوي في خدمة القضايا والمصالح العربية لمواصلة ما رسخته التوجيهات الملكية السامية من قبل قيادتي البلدين الشقيقين وفي السياق نفسه تأهل القوى البشرية وتطويرها على أسس متينة كان حجر الأساس لخدمة مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين لتعمل وفق منظومة واحدة وتؤمن بأهمية العمل الواحد في مواجهة المتغيرات والحد منها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة جميعها ترجمة نانسي قنقر